كتابة خطة الأعمال هل كتابة خطة الأعمال سهلة؟ تستغرق وقتا طويلا طيب ليش؟ لأنني أحتاج إلى معلومات أحتاج إلى بيانات أحتاج إلى دقة أحتاج إلى مستاقية أحتاج إلى التأكد من أن كل معلومة تكتب فعلا موجودة وفعلا واقعية فتحتاج مني إلى دراسة وتحليل وتحتاج وقت طويل جدا في عملية كتابة هذه الخطة للأعمال تحتاج للحفاظ على الحماس والصبر عندك كتابتها ليش؟ لأنك وأنت تكتب خطة العمل لازم يكون عندك تصور أن كل كلمة راح تدرجها في خطة العمل هي إما حافظ أو إحباط ونبحث عن الحماس نبحث عن كيفية إعداد الصبر في تنفيذ الأعمال لذلك لابد أن تكون كذلك خطة العمل يعني تتميز بالحماس تتميز بالصبر هي الوسيلة الأساسية لإقناع المستثمرين ونقصد بالوسيلة الاستثمارية أو الوسيلة الأساسية عفوا لإقناع المستثمرين نقصد بها أن عن طريق خطة العمل سأقنع المستثمرين في دعم مشروعي في الدخول كمستثمرين معايا في هذا المشروع لا أستطيع أن أقنعهم إلا عن طريق ما يسمى خطة العمل تعكس قدراتك وإمكانياتك أنا بجرد أطلع على خطة العمل أعرف بالضبط قدراتك قوية إمكانياتك قوية أو لا سمح الله عكس ذلك لابد أن تقدم بطريقة واضحة وموجزة وحيوية عملية خطة العمل ليس بالسهل يا شباب عملية تقديم خطة العمل لازم تكون موجزة بمعنى أن يختار العبارات واختار الجمل التي تعطيني لما أذكرها هي موجزة ولكن المستمع يعطيني أو القارئ يعطيه فكر أوسع وحيوية بمعنى أني وأنا أقرأ هذه الخطة أو أستمع لهذه الخطة أحس بنوعا من القوة أحس بنوعا من الحيوية في تنفيذ الأعمال أحس بنوعا من أشعور بالحماس والقوة والحيوية في كيفية فعلا الاقتناع بهذه الخطة الاقتناع بهذا المشروع فعلا جودة هذا المشروع إلى آخره لغة كتابة خطة العمل لابد أن تفادى الاكثار من استخدام الروابط اللغوية أو النثرية أو الصورة الغامضة نستخدم الجمل القصيرة نستخدم الجمل التقريرية والمفيدة نحدد أو نأخذ العبارات المحددة والسليمة بحيث نستخدم الصياغة اللغوية المناسبة لازم تكون جميع الصياغات شيقة لازم تكون مفيدة للمستمع أو للقارئ كذلك يجب أن لا تكون مطولة ولا تكون مسهبا فيها تكون مختصرة وتعطيك الزبدة كما يقال كذلك واقعية ومهنية أنا ما أجيب خطة عمل ليست واقعية لازم أبحث أو أكون متأكد أنها واقعية بمعنى أنه يمكن تنفيذها يمكن إعدادها يمكن الإيمان بهذه الخطة ومهنية بحيث أن يكون فيها نوع من المهنية نوع من التنفيذ نوع من الممارسة وبذلك تعتبر لغة كتابة خطة الأعمال يقوم بإعداد خطة الأعمال لا بد أن يكون لديه مهارات وهذه الأهم مهارات سواء كان لغوية أو مهارات استخدام اللغة ما يسمى الجمل القصيرة مهارات استخدام العبارات الشيقة والمفيدة ذلك مهارات كيف لنا أن نقنع المستمع والقارئ بواقعية هذه الخطة وأنها فعلا من الممكن تنفيذها صفات خطة الأعمال الجيدة كلما كانت قصيرة وبسيطة كلما كانت فعلا خطة عمل جبارة كلما كانت شيقة وسهلة الفهم كلما كانت فعلا جيدة كلما استخدمت جداول البيانات والمخطات البيانية كلما كانت أكثر وضوح نحن في كثير من المنظمات الآن لم جرد بس تستخدم الرسم البياني تعطيك معلومات كبيرة جدا من نور أنك تشرح وتفسر كذلك الجداول كلما كان عندك جداول مقارنات أرقام كلما كانت كذلك المخطة البيانية كلما كانت كذلك خطة الأعمال جيدة ومناسبة وقوية في الإقناع إلى آخره خالية من الأخطاء المطبعية وهذه من ضمن الميزات أو من ضمن الأشياء التي لابد أن تكون فعلا واقعية وهذه من ضمن الصفات القوية مطبوعة ومجلدة حتى تكون فعلا ذات جودة وذات قيمة وذات اعتبار مناسب لمن يطلع أو لمن يقرأ تلك الخطة أو ما يسمى خطة الأعمال اشتركوا في القناة